الكل في ضروب الحياة سرح يجمع خبرته بيشوف فشل ويشوف نجاح ويده الدموع وفرحته والبعض تارف الضليل والبعض عارف سكيته والبعض واقف عالشطوت حيرا بيبكي غلبيته بحر الحياة وسعري وفي كل محطة في إيدي واحنا معاكم مش بعيد وتأملتنا كلها من الحياة من الحياة أعزائي مشاهدين أهلا بيكو في حلقة جديدة وابرنا منكم من الحياة موضعنا النهاردة سؤال سؤال مش غريب علينا وتقريبا مفيش حد ما قالوش ليه أنا بالذات والسؤال دا دايما بيكون لربنا ليه يا رب وليه أنا بالذات يا رب دايما عندنا إحساس بالظلم وإحساس إن ربنا بيفرق بين البشر عنده ناس معينة بيدللهم وناس بيديهم على دماغهم ومصدقين في إن كل الألم والوجع اللي إحنا فيه دا من ربنا ودايما حطين ربنا في المسئولية هو مسئول عن معاناتي شايفين إن إحنا أكتر ناس كمان بنعاني موضعنا النهاردة عن ليه بنسأل السؤال دا وهل صح إن إحنا نسأله وهل فعلا فيه ناس بتتقلم وبتعاني كتير وناس بتتقلم نص نص وناس مش بتتقلم خالص تابعونا دا موضعنا النهاردة برحب النهاردة بديف حلقاتنا لمبسوطة جدا أن يكون معينا خادم الرب وببقى سعيدة جدا أن ما يكون معي فعلا في الحلقة الأخي إليا كوروليس أهلا من حضرتك أخي إليا ومسوطة جدا أن تكون معينا النهاردة أهلا بيك يا أخت أمل وأهلا بقى حبائنا مشاهدين الكرمة وربي بارك الكرمة عشان تكون دايما بركة وبتقدم المواضيع اللي بتشجع وبتعالج النفوس شكرا لحباتك ومسوطين تكون معينا النهاردة شكرا لوقتك كمان شكرا طيب بنكلم النهاردة عن ليه أنا بذات فسؤالي الكل بيتقلم لكن البعض يعني شايفين أن عندهم قدر أكبر من الألم هل دا في حقيقة؟ يعني هل دا حقيقة أن في ناس بتتقلم أكتر بكتير من ناس ثانية؟ طبعا النظرة العامة بتقول أن الكل بيتقلم ما فيش واحد موجود تحت الشمس بيتقلم شيء وده كلام الكتاب الخليقة كلها تئن وتتمخض معا وليس ذلك فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح يعني حتى نحن المؤمنين أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني في داء أكسادنا الكل بيتقلم؟ آه لكن الحقيقة ودي اللي قالها الكتاب والواقع بيقولها كمان أنه في ناس ليها نصيب وافر من الألم ومثلا يعني على سبيل المثال لما أخذ أمثلا من الكتاب واحد مثلا زي أيوب قد سمعتم بصبر أيوب وأيوب نفسه اتكلم عن نفسه أخت أمل وقال أن أنا نصيبي كتير قوي من الألم يعني مثلا لو تسمحي لي أقرأ من سفر أيوب أصحاح سبعة بعض الأيوب سبعة بعض العبارات الأيوب قالها عن أيامه الصعبة في كل الظروف يقول كده في أصحاح سبعة من سفر أيوب أليس جهاد للإنسان على الأرض؟ وكأيام الأجير أيامه كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجراته هكذا تعين لي أشهر سوء وليالي شقاء قسمت لي إذا اتجعت أقول متى أقوم والليل يطول وأشبع قلقا حتى الصبح وبعدين ييجي في عدد تسعتاشر يوجس يقول لربنا يقول له حتى مات لا تلتفت عني خف عليها شوية يعني حتى مات لا تلتفت عني ولا ترخيني ريسما أبلعوا ريقي في ناس نصبها وافر؟ آه وده اللي أنا شفته حتى في تجوال الخدمة ناس عندهم بلوة اسمها البلوة المحرقة وفي ناس عندهم ألام الزمان الحاضر آه في ناس يؤختي أمل نصبهم وافر من الألام طيب يعني مش عارفة مش ده فيه زوم يعني عايزين نعرف ليه فيه تنميز بين الأشخاص في ظروفهم وفي الألام بتاعتهم آه يعني لو بعدنا عن الحقيقة أن الرب عادل في كل طرقه وبار في كل أعماله هنتعب قوي لكن الحقيقة التي نسلم بها أن الرب لأصد مع كل إناء فيه أنا مميز عارفة لما داود يقول في مزمور 139 أحمدك لأني امتزت عجبا أنا يونيك أنا فريد يعني كل واحد خلقه ربنا يونيك يونيك فريد بس هل الألم هو ده اللي بيزيد التمييز؟ بيخلقي تمييز أكثر؟ آه طبعا يعني زي ما أنا مميز في الـ DNA مش كده برضو؟ مفيش اتنين تبكال في الـ DNA بتاعهم مفيش اتنين تبكال في الفينجر برينت في البصمة بتاعتي الإيد مش كده برضو؟ أنا مميز في كل حاجة يعني مثلا يقول في أشعية 43 لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت؟ لي أنت لي أنا مميز في معرفة الرب لي لكن كمان أنا مميز في خطة ربنا الحياتي وأجيب مثال يعني لو حضرة المخرج الفاضي طلعني مثلا إنجيل يوحن أصح 21 أنا مميز في الخطة الإلهية اللي ربنا أعدها لي الرب يتقابل مع بطرس عند بحر طبارية واحنا عارفين رد نفسه لما قال له في الآخر أنت تحبوني أكثر من هؤلاء إرعى إرعى غنمي وبعدين في آخر الأصحاح إنجيل يوحن أصحاح 21 ربنا يقول له في عدد كام؟ في عدد 18 يوحن 21 عدد 18 الحق الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء ولكن لما تكبر يا بطرس ولكن ما تشخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء مشيرا إلى أي تميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها وبعدين بطرس شاف يوحن جاي عدد 20 فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه وبعدين لما شاف فيوحن عدد 21 فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع وهذا ما له طب ودوت أخباره إيه؟ هتعمل معه إيه؟ رح الرب رد عليه رد جميل قوي قال له إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك اتبعني أنت بليك شدعه بخطة أخوك إذن كان للرب خطة في حياة بطرس إنه لما يكبر هي شيخ واحد يحمله إلى حيث لا يشاء وكان بيكلم عن الموتة بتاعت بطرس لما بطرس حاب يقول طب ويحنى هيتعمل معاه زيه؟ قال له أنت مالك قال له اتبعني اتبعني أنت أنا مميز في حياتي أنا مميز في الخطة الإلهية اللي الرب عاملها لي أنا مميز في اسلوب معاملة الله معايا وتشكيله الإناء بتاعنا يا أخت أمل أنا إناء حضرتك إناء كل واحد فينا اسمه إناء إناء للكرامة حسب متمسوس التانية هذا الإناء لابد أن يصاغ بس ربنا عارف كل واحد يتشكل إزاي عدت عظامي وعارفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي ربنا عارف إن يوسف لازم يتشكل بطريقة معينة إزاي يتباع في أرض مصر ويشتغل عبد أزو بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه وبعدين يخش السجن وبعدين تتبلع عليه الست الشريرة وبعدين يجي ساق الملك يحلم حلم وبعدين فرعون يحلم حلم يوسف ليه طريقة في التشكيل غير مثلا موسى موسى يتشكل إزاي ما يروحش أرض مصر ولا ما يروحش لا ده هو كان في أصر فرعون ربنا يطلعه ويوديه إلى موراء البرية أربعين سنة يشكله عشان يصير من كل واحد فينا إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد عايز أقول كل واحد فينا مميز في اسمه في شكله في دخله في شغله في خطة الله في حياته وبعدين سؤال ليه أنا ما اسألش بقى اشمعنا أنا لما ربنا يكرمني بالضبط ما السؤال ده دايما بنسأله في لما بيحصل حاجة مش كويسة يعني حاجة مشار مزاجنا غير يجاله كوفيد ومات وأنا أشكر ربنا لسه عايش حد النهار طب السؤال اشمعنا بقى ما تحمقتش وطربينا اشمعنا أنا يا رب يعني فكرتش حتى أقوله أشكرك أشكرك لأنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى لأننا ما رحمه لا تزول لكن غالبا بنتهم الله عندما يعني يسمح لنا بظروف خاصة بس الحتة اللي عايزين نركز عليها في الجزئية دي إنه أنا لي خطة خاصة وتشكيل خاص رسول بوليس قال آية في غلطية واحد لو تسمحي لي أقراها رسالة تسالونيك الأولى أكتفي مثلا بتسالونيك تيموساوس الأولى تيموساوس الأولى أصح واحد عدد ستاشر تيموساوس الأولى واحد ستاشر بوليس لما كان بيتكلم عن اختبار تجديده يقول لكنني لهذا رحمت ليه بقى ليظهر يسوع المسيح فيي أنا أولا يعني ربنا رحمني وخلصني عشان من خلالي ربنا يفرج الناس على رحمته وخلصه وفدائه ليظهر فيي أنا أولا كل أنات مثالا للعاتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية عادي أشجع كل مضغوط وكل متألم إن كان ربنا شرفك أيها بقول ربنا شرفني وهبى لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله تمام أنا بس قبل ما أدخل على السؤال الجاي أنا عندي سؤال من كلام حضرتك فضالي يعني أنا مقتنعة جدا طبعا ومؤمنة جدا أن كل واحد يونيك ومتميز في صفاته وفي أفكاره وفي الوزنة اللي ربنا ادهاله وفي الخطة اللي رسمهاله وكل الكلام ده كله لكن التميز في الألم وكأن ربنا بس هو يعني يعني أن كل الألم ده من ربنا علشان يشكل فيه لا أنا يعني دي أنا مش مقتنعة فمش كل الألم وحضرتك لما قلت لي إحنا دايما في الحاجة الوحشة بنقول لي يا رب ونحط ربنا في المسئولية لكن الحاجة كويسة مش بنقول لي يا رب بنشكر الحمد لله شرب عيد شرب عيد يعني عدت الحمد لله لكن بنحط ربنا كمان في المسئولية دايما في الحاجة اللي مش كويسة بس ربنا مش دايما مسئول عن الحاجة اللي مش كويسة اللي في حياتنا طبعا طبعا يعني مثلا على سبيل المثال لما في رسالة يعقوبة صح واحد عدد 13 لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب وأرجو أن نمطقها صح الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا ولكن كل واحد يجرب إذا جذب وانخدع من شهوته لأن الشهوة إذا حبلت تالت خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا لا تضل يا إخوة الأحباء هنا بيكلم عن إيه؟ هنا مش بيكلم عن الامتحانات اللي ربنا بيسمح بيها للمؤمنين والألام اللي بيسمح بيها لكن هنا بيكلم على نوع من الشرور نعمله نجيب الكافية الروحنا وبعدين لما نجيب الكافية الروحنا نقول ربنا سمح لنا لأ لأ يعني دقود يطلع على السطح يرى امرأة يزني معها يجيلوا الكافية يقولوا لنا ثاني السيف لا يفارق بيتك إلى الأبد هل دي تجربة ربنا سمح له بيها؟ لا السيف اللي جاله عشان يموته ده ربنا بقى مع السيف كده يعني يهزر لا لكن إمتى جاله الشر دوت إذا جرب وانخدع من شهوته الشهوة إذا حبلت تالت خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا وختمها بالكلمة الحلوة لا تضلوا يا أخوتي الأحباء سمعين يعني مش كل الألم لا مش كل الألم من الله الألم مش من الله أنا شايفة الألم يا من إنساء من خطية البشر وعدم يعني سلكهم بالتدقيق أو الإهمال في حياتهم وفي صحتهم أو من جهل يعني أنا مش شايفة أن ربنا يعني ممكن يستخدم الألم اللي بيجي لي ده لخيري لبركتي لكن مش من ربنا يعني يمكن أختلف مع حضرتك صحيح فيه أنواع من الألم تيجي من الشيطان وفيه أنواع من الألم تيجي من نفسي وفيه أنواع ألم طبيعية تيجي من الخليقة تيجي من يعني من عد عليها أو من انخداعنا الخطية لكن فيه أنواع من الألم يسمح بها ربنا للإنسان سمح لكن مش من ربنا يعني السمح هو من عند ربنا يعني يعني مثلا طيب أقول لك على الحاجة أقول لك على الحاجة لما الكتاب يقول لنا مثلا في رسالة كورونسوس الأولى الصح 11 لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا وبعدين ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب قد يقول لك نؤدب من الرب لكي لن ندعن مع العالم نؤدب من الرب هنا بإيه اقرى الآية اللي قبلها على طول فيكم كثيرون ضعفاء وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون وبعدين يقول نؤدب من نؤدب من الرب الرب آه يسمح بالألم للشخص علشان خاطر أعطيته شوكة في الجسد ودي كانت هنا للبركة احنا دايماً احنا بنبص القضية الألم إنها دي حاجة شر وحاجة وحشة لا بالعكس لا بالعكس أعطيته I was given جفت أعطيته شوكة في الجسد وبعدين ليه؟ ألا أرتفع بفرط الإعلانات طيب يعني بتأكيد فيها يعني عدو الخير ليه دور كبير جداً في يعني إزعاج المتألم والقناعه بأنه هو الوحيد في الكون اللي ربنا ظلمه ودايماً إحساس ويمكن أنا شايفة الناس هي يعني لو الناس شايفة إن هي عندها معاناة كتير بس في ناس تاني برضو عندها معاناة بس بطريقة تانية أو يعني ما فيش حد بيستثنى من الموضوع ده لكن دايماً شايفين إن فيه ظلم من ربنا هل من حقنا نسأل الله ونفهم يعني إيه معاملات الله معنا وليه حصلي أنا بالذات الكلام ده قبل ما جاوب على حقنا نسأل أنا عايز أركز على حتة ونبه أخوات الأفاضل المتألمين من دور العدو في الإزعاج عارف العدو بالبلدي كده عايز جنازة يشبع فيها الله يعني عايز ما يصدق يلاقي فرصة يتهم الله وبوليس لما جاله الشوكة لما جات له الشوكة في حاجة بوليس صلى لأجلها بوليس ما صلىش على فكرة يا أخت أمل عاش ربنا يشيل الشوكة زي ما البعض بيفتكر لماذا صلى بوليس في كرونسوس التانية صحة 12 خلي بالك معايا من أجل هذا تدرعته إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني هو إيه اللي يفارق بوليس مش الشوكة لكن قال كده ملاك الشيطان كلمة ملاك يعني ماسنجر مرسال اللي هو عدو الخير اللي احنا بيكلم عنه العدو يبعث مرسيل يا أخت أمل يبعث لي مرسال والمرسال دوت ممكن يكون عن طريق فكرة أو عن طريق الناس يقول لك يعني هو أنت ربنا الألم دوت هو يعني لو ربنا بيحبك كان سابق في الموضوع دوت اسقيل لي كل يوم أين إلهك عيرني مضايقية اسقيل لي كل يوم أين إلهك وحب أقرأ سفر أيوب أصحة 4 برضو أرجع لأيوب 4 ويمكن عدد 7 لما الشيطان بعت مرسال لأيوب علشان خاطر يزعجه عارفة مين كان بقى المرسال اللي استخدمه الشيطان صحابه صحابه قالوله إيه صحابه بقى؟ على فكرة هم كباحين يعزوه معزو المتعبون معزو المتعبون قالوله إيه بقى؟ في أصحة 4 وعدد 7 اسمعي كده ده ناس رحين يعزوه يقولوله إيه بقى؟ يقولوا في هم قاعدين معاه ما كانوش قادرين يفتحوا فمهم لكن لما ربنا كرامهم فتحوا فمهم عشان يتكلموا قالوله أذكر من هلك وهو بريء وأين أبيد المستقيمون؟ يعني عايزين يقولوله إنك لولة إنك أنت مزنب ما كانش ربنا سمح لك بالحاجات دي يعني أذكر من هلك وهو بريء وأين أبيد المستقيمون؟ فالعدو دايما يحاول يزعجنا ويعكر سلامنا ويقطع شركتنا مع الرب لما يسمح لنا الرب بألم من الألام ولازم أكون أنا منتبه لللحظات دي وعشان كده حلو أكون متحصن زي ما نتكلم بعد شوية لما ربنا يسمح لي بألم حلو قوي لما آجل الرب وقل له أنا متألم وتعبان ومنحني والعدو شدت حلو علي كل يوم بيقول لي فين إلهك ابعتلي نعمة فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن كان فيه سؤال تاني أنا قلت أجله هل من حقنا أننا نكون بنسأل الله ونفهم معاملات الله معينا آآآ من حق أسأل مش عيب ولي يا رب عملت كده مش عيب ولي حصل لي أنا بالذات يعني مش دايما ربنا طبعا أنا شوف حضرتك كل القدسين في الكتاب معظمهم سألوا وهجب بعض الأمثلة نروح مثلا حبقوق الأصحة الأولاني حبقوق كان شايف ظلم وشايف حاجات صعبة أوي وفي الأصحة الأولاني سأل ثلاث أسئلة لربنا يقول الكتاب في سفر حبقوق أصحة واحد وعدد اثنين حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص لما تريني إثما وجورا وقدام اختصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخصمة نفسها كمان سألوا سؤال في عدد 13 بيقوله عيناك أطهر من أن تنظراء الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر من من حقيقة أسأل 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 وقل للرب أنا أنا مش فاهم يا رب علمني يا رب طريقك واحتمال وأنا بسأل يكون سبب الألام اللي أنا فيها خطيئة عملتها أتوب عنها واحتمال يكون سبب الألام الرب عايز يمتحن ويزكي إيمانا زي مثلا ما حصل في بطرس الأولى واحد يقول كده إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تسكية إيمانكم أثمن من الذهب إلى آخره من حقي أسأل آه من حقي أسأل ممكن أفهم آه ممكن أفهم وممكن ما أفهمش يعني حبقوق فصح واحد لما سأل جات له الإجابة فصح اتنين لما قال على مرصد يقف على الحصن أنتصب وأرى وأراقب ماذا يقول لي الرب اسمع الكلمة الحلوة فأجابني الرب وقال لي الرؤية بعد إلى المعاد انتوانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر ممكن ربنا يجاوبني آه ممكن ربنا يجاوبني ممكن ربنا يقول لي حاجة تانية لكنك ستفهم فيما بعد وممكن ربنا يكون عايز يشكل فيها شوية يعني أرجع لأيوب مرة تانية أيوب سأل لربنا سؤال قال له ليه ليه عينت ليا ليالي الشقاء وأيام صعبة قوي ليه ما لا ترفع يدك عني ريسامة أبل سأله سؤال طب تبتعمل كده ليه يا رب رح ربنا قال له هو أيوب برضه من ضمن الحاجات انه كان عنده شوية بر ذاتي وربنا كان عايز يصنفر فيه شوية وعايز يشكل فيه شوية وطلع منه حتة البر الذاتي اللي موجودة عنده وأيوب أحسن مني من كل المؤمن ألف مرة على فكرة بس ربنا بيحب يشكلنا ربنا بقى قال له طب تعالي بقى أيوب أنا أسألك لما تروح لأصح 38 لأصح 40 رح ربنا قال له بقى انت نازل تسأل فيه عايز تفهم كل حاجة انت بسيطة تفهم كل حاجة أيوب حبيبي أنا بعمل حاجات هتفهمها بعد كده وحب ربنا يثبت لي والأيوب ان مش أفهم كل حاجة رح ربنا سأله 77 سؤال رح كده لتكوين أيوب 38 39 40 77 سؤال في الآخر وصل أيوب لإيه قال له قد علمت انك تستطيع كل شيء وبعد كده لذلك أرفض وأندم في الطراب بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني عيني ممكن نسأل آه وممكن الرب يجاوب دلوقتي آه وممكن الرب يقول استنى بعد كده آه وممكن الرب يكون عايز تشكل فيه وأخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك تشكل فيه إن أتوجع لن أتراجع فأنا اشتقت حبيب الأعزاء والرب بيشكلني وبيشكلك وبيضغط عليك شوية تعال للرب أحلى مكان اترمي في حضن الرب وقول له أنا كالخزب بين إيديك عود واصنعني وعن آخر وهتلاقي الإيدين والأزرع الأبدية بحوطك طيب عندي سؤالين في الكلام سؤالين بس أول حاجة موقف أيوب وأصحاب واللي هما قال عليهم معزون متعبون واللي هما كانوا مصرين إن في حاجة غلط في حياتي وعشان كده ربنا بيعمل فيه كل الكلام ده هل معنى التأديب إن أنا عملت حاجة غلط ما هي هي كده يعني إيه تأديب يعني أنا بعمل حاجة غلط في حاجة غلط في حياتي فربنا بيديني على الماء عشان أفوق ده ما فهمنا الخطة عن التأديب أول أي تأديب لما روح للتأديب في العهد الجديد discipline أو instructions هي عبارة عن تزبيط أو تهذيب ماشي ما هي تهذيب يعني هو يخسر بلضرب أو مش بالعقاب طب إيه ما هو الفك يبقى هو بقى العقاب والضرب ده حصل لكن موقف أيوب تجاه ربنا راح لربنا فربنا استخدم به لتزبيط دماغه فكره لتزبيط أيوب لكن أنا ما قدرش أقول أن ربنا كان قصد يعمل معاه كل الحاجات دي عشان يقدبه لا لا ربنا استخدم بالزبط استخدم كل المواقف الوحشة دي بالزبط الحاجة التانية برضو يعني لو إحنا فكرنا فيها يمكن نفس الفكرة بس عشان أنا اللي بيسمعني ناس مؤمنين وش مؤمنين ناس مسيحيين وغير مسيحيين لو أنا قلت أن تأديب ربنا أن أنا ممكن في فرق يعني ما بين أب أرضي بيعقب ابنه يحبسه في قوضة شوية ما يدلوش شوكولاتة ما يدلوش المصروف لكن مش مثلا يجيب له كينسر ولا يموت حد من عياله ولا مرأته مثلا تروح في حدسة فهمني يعني لو أنا قلت أن اللي يحبه ربنا يقدبه بالشكل ده لا أنا مش عايزة محبة ربنا فهبعد وهحس أنه إيه ده لا أنا مش حمل تأديب ربنا بصراح أنا مش حمل تأديب ربنا لو هو بالشكل ده لكن يعني ده لأنا فهمي يعني ده لأنا عايزة أقوله أني فيه فرق ما بين التأديب لكن الألم اللي احنا منتكلم عليه بالقدر الألم لا التأديب ده الرب مش إله منتقم يا أخت أمل أنا بزبط يعني هي ده إلا أنا عايزة أوصلها لك لا الرب مش إله منتقم الرب حنان ورحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة ده قال عنه الكتاب الذي لم يشفق على ابنيه بل بدله لأجلنا أجمعين ربنا مش هو حاطة الإنسان في كورنا زي ما فكر أيوب كده ونازل ربنا يحط عليه السهام ويضرب فيه لا الإجابة مش كده خالص قد يأتي الألم لسبب أو لآخر لكن في خلال وقت الألم ربنا بيقدر يحول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الله يجعلها للخير بس فيه شرط للذين يحبون الله وده موقف المتقلم وده اللي هيحد من الألم على فكرة مش هيزود الألم بالضبط ده اللي هيخليني في وقت الألم أجري على ربنا مش أخذ موقف من ربنا وقوله لماذا جعلتني عثورا حتى ماتا لا ترفع يدك ريثامة قبل عريقي لا بالعكس ده أنا راح أترمي في حدن الرب وقوله مع المرنم اللي قال زمان ربي في حدنك روحي تستريحه تهدأه جميل طيب بالتأكيد فيه خطورة للاستسلام للفكرة دي إن أنا بالذات اللي ربنا جاي علي إزاي إزاي أحمي نفسي من الإنحناء وإحساس بالهزيمة حتى في الوقت الصعب شوفي أحلى حاجة تحميني من أفكار الهدم والاكتئاب والخطر إن أنا أجري واحتمي في الرب يعني حب أوي في مصمور 138 أي حلو أوعد التلاتة يقول دقود للرب يوم بعوتك أجبتني شجعتني قوة في نفسي علشان أحمي نفسي من هجمات العدو ومن الإنحناء ما العدو عايز تفرط بي ويقول لي يا دي ربنا اللي أنت بتعبوده خدت منه إيه ماذا ننتفع إن التمسنا ده الأشرار زي ما عمل مع أساف ليسوا في تعب الناس ومع البشر ليصابوا وإنت يا مؤمن ياللي بتخدم ربنا اسمح لك بكده وكده 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 وأنا لأني هش وضعيف معرض أتحطم ومعرض أنا الحني تعالوا ناخد المثال بتاع بوليس يلا نروح لكرونسو الثانية أسحاح الثانية عشان كده مثال جميل قوي بوليس متقلم من الشوكة ايو متقلم من الشوكة نروح لعدد تسعة من أسحاح الثانية من كرونسو الثانية الأسحاح الثانية عشر يقول من جهة هذا تدرعته إلى الرب ثلاث مرات وأنا عجباني قوي الثلاث مرات لأنه بيقلد المسيح في بستان جسيماني وهو بيتقلم ذهب وانفرض نحو رمية حجر ثلاث مرات وهو بيصلي وبعدين يقول للرب كده اتضرع ليه زي ما قلت في أول الكلام أن يفارقه مرسال الشيطان المسنجر اللي بعتوله الشيطان كل شوية يقرف فيه ويقوله فيه ربنا لكن ربنا رد عليه بقى رد حلو قوي قال له أنا سامح بالظروف دي ومن وراها باركة ليك لكن هديك حاجة تسندك وتشجعك لحد ما يعبر وقت الألم اللي هدولك فقال ليه تكفيك نعمتي نعمتي لأن قواتي قواتي حاجتين حاجتين يجولي وقت الألم لما روح وترمي في حضن ربنا نعمة وقوة الفرق من الاتنين النعمة تخليني أعيش في الحضور الإلهي النعمة تخليني أعيش فرحان وشاكر والقوة تحفظني وترفعني شجعتني قوة في نفسي عشان كده قال كلمة جميلة بقى عدها يقول إيه فبكل السرور أفتخر بالحريف ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح المسيح لأن الآية هي بتقول تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف تكمل يعني القوة بتكمل في ضعفي بالضبط إمكانيات الله كلها تستحضر إلي وأنا مرمي في حضرة الرب طلع بوريس من حضرة الرب يقول إيه لأنه حينما أنا ضعيف فحين أذن أنا قوي أنا قوي كيف أحمي نفسي زي ما حاجة تسألي حاجة الأولانية يلا نجري على الرب وناخد نعمة لا أنا صعبان علي من الرب أنا هاعد بعيدة عن الرب هتتعب هتتعب بزيادة هتتعب بزيادة الزبط العدو هيضمرك العدو هيحطامك لكن في حاجة كمان تاني جميل أن أصق في ثلاث حاجات وأنا بروح للرب أصق في محبة الله وأصق في حكمة الله وأصق كمان في توقيتات الله أصق في محبة الله اللي قال الكتاب عنه أحبائي الله الذي لم يصفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء اخت أمل الله الآب اللي بذل وقدم ابنه على الصليب عايز يدرني؟ عايز يدخل علي بحاجة؟ يبقى أصق في محبة الله الآب احفظوا أنفسكم في محبة الآب نمر اتنين أصق في حكمة الله حلو قوي أيوب لما تعلم درسي من الدروس رفع عينيفة صح تسعى لما أصكر من سفر أيوب واتكلم عن الرب وقال له أنه حكيم القلب وشديد القدرة الماشي على أعلى البحار صانع النعش والجبر حكيم ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة بحكمة ايه صنعت؟ لكن الحاجة الأخيرة أصب كمان في انتظار توقيت الرب الرب عنده توقيت دايما كنت أقول التعبير دوت أن ربنا عنده طيمر وترمستات ترمستات بيزبط بشدة التجربة بيسمح قد إيه وعنده طيمر للتجربة يعرف إمتى تخلص التجربة وإمتى يخلص الامتحان هو عايز بركة الحياتي ولما يخلص التوقيت اللي فيه ربنا بيشكل حياتي على طول بيعدي الوقت دوت أصق في حكمة الله أصق في محبة الله وكمان أصق في التوقيت توقيت أضواء وده هنكتسبه بالجري في محبة بالضبط بأننا نتجري على ربنا مش أننا نبعد نبعد وبصينا على الألم بتاعنا وقاعدين ليه ليه وإحساس بالظلم وعملك لأداء رسائل سلبية من الشيطان ومن الناس اللي حوالي والميديا وانا كل ما هبعد هتلقى رسائل أكتر أساسا لأنه هو ده بس اللي أنا بسمعه بالضبط لأنه رئيس سلطان الهوى بيستخدم الميديا وبيستخدم الناس وبيستخدم العالم عشان يشككني في صلاح الله بسهل طيب إيه بقى بركات الخضوع تحت يد الله القوية في الوقت ده رائع 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 مؤمن ييجي قدام الرب واسق في محبة الآب وبيجري على محبة الآب واسق فيها وبيقول له أنا صابر ليك ومستنيك وراجايا وأملي حاطتهم فيك رسول بطرس كتب رسالة كتب رسالتين الرسالة الأولى كتبها بخصوص الاتهات والرسالة تنكة بخصوص الارتداد رسالة الأولى بتاعت الاضطهاد والألم كتب في أولها آية جميلة وفي آخرها آية جميلة في أولها قال إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تسكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع إن الذهب يمتحن بالنار لكن إيمانكم يوجد للمتح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح ده في أول الرسالة في آخر الرسالة فصح خمسة قال فتواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في حينيه ده المتألمين هي لسانة مكتوبة للمتألمين يا أخت أمل فقال لهم يا متألمين يا متهدين أحلى حاجة تعملوها اخضعوا تحت إيد ربنا ده بيحبوكم ده مات عشانكم ده نزل من السماء لأجلوكم اخضعوا تحت إيديه وأنا لما أخضع تحت إيديه هيقول الكتاب يعمل إيه؟ يرفعكم في حينيه يديني حاجتين حاجة الأولانية يديني سلام أول حاجة يديني سلام فكرة معايا المرأة الشنامية مرأة الشنامية كان عندها تجربة يعني صعبة جدا أحبا يا ربنا مرهش لحد ابنها الوحيد اللي جه بعد فترة طويلة مات تعمل إيه الست ديات؟ خدت الولد أصعدته للعلية إلى سرير رجل الله ونيمته عليه وجاريت على رجل الله ولما سألها الثلاث أسئلة المعروفين أسلام لك قالت؟ سلام أسلام للولد قالت؟ سلام جالها منين السلام دوت يا أخت أمل؟ رغم اللي بنا ميت يعني بالضبط تجربة صعبة قوي لكن عرف التتواضع تحت يد الله القوية أنا عارف أن أنت حكيم القلب أنا عارف أنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أنا بترمي في حضمك وأنا مستنية معونتك وأنا مستنية الحل بتاعك متعت بالسلام وبفكر أحد باقي الأفاضل في لبي أربعة نقولها مع بعض كلنا عدد أربعة لحد عدد ستة لا تهتموا بشيء بل في كل شيء الصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم تلبطكم لدى الله والنتيجة النتيجة مش ربنا يعمل لنا عايزه على مزاج لا هيعمل حاجات حلوة بس الحد ما يعمل حاجات الحلوة يقول الكتاب وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع يبقى لما بخضع تحت إيد الرب واجي وترمي كده واعد عند عرش النعمة عند رجلين الرب وافتح الكلمة أخد سلام لكن كمان الآية بتقول يرفعكم في حينه يعني يرفعنا يا حبائي الكلمة اللي قالها الرسول بوليس يلا افتكروا معاك رونس التانية صاحة 12 قال لأنه حينما أنا ضعيف فحيني أزل أنا قوي أنا قوي قوي إزاي يا عم من ناحية البنية الجسدية والظروف الأرضية أنا ضعيف لكن من ناحية الحالة الروحية أنا قوي وده اللي مرة قالوا إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما وبالمناسبة كل الترانيم الحلوة الأديمة أنا بحبها أو بحبها أستشد بها حتى بالخدمات اللي كتبوها كانوا مجربين متألمين يا أخت أمل هل صديق كيسوعي قادر بر أمين ورقيق القلب يرثي لبلايا المؤمنين كتاب أخ خادم جوزيف سكارفن على ما أعتقد فقد عرسته ليلة الفرح وهي جايب البحر السفينة غرقت تخيالي بأنه طبعا بعد معاملات إلهية كان صعب قوي والتجربة كانت قصية جدا عليه رح ترامى في حضن الرب وقاعد قدام الرب والرب جي وسنده وكتب هذا الاختبار الرجل اللي كتب it is well it is well with my soul مش عارف ترجموها بالعربي عندنا أنا في سلام أو أنا في حاجة زي كده يعني ده واحد فقد أخ خادم فقد بناته في المحيط وكتب الترنيمة الحلوة it is well it is well with my soul تواضعوا تحت يد الله القوية فيعمل إيه؟ هيرفعكم لكن نرفص ونقن ونتزمر ونتمرد هنتعب هنتعب مش ربنا يعني هيتعب نحن بنتعب نفسنا لأن كل من يخطئ عني يضر نفسه طيب هو المخرج مجهز لنا ترنيمة حلوة أنا مكنتش حطاها صدقيني بس هو مناسبة جدا للكلام اللي حضرتك بتقوله فاحنا هنخرج نسمع الترنيمة ونرجع يعني هنختم مع الناس بمسج توصلها لهم وصالة لكل شخص متألم ومش شايف ربنا في الموقف هنطلع نسمع الترنيمة ونرجعتين أعزائي مشاهدين تابعونا هنسمع مع بعض الترنيمة اللي جاية ونرجع لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما يعتني لها يقوتها ثم جوع يحميها هل يعتمدى ينسى الورى أبي السماوي ليس ينساني مستسلمون فكيف ينساني برا ومحرا هو يرعاني ربي حنون نفسي يصوم أبي السماوي ليس ينساني في ظلمتي لدياني في القاعد لا يتركوا الأغنى مبرعي أبي السماوي ليس ينساني مستسلمون فكيف ينساني برا وبحرا هو يرعاني لبي حنون نفسي يصوم أبي السماوي ليس ينساني لنيانساني 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 أخي إلي قبل الترميمة الجميلة يعني ده إرشاد الروح القدس للمخرج نحن نعرضها مستسلمون قلبي إلى الله وهي بتأكد الكلام اللي حضرتك بتقوله كنا بنكلم عن بركات الخضوع لكن كمان اللي أنا عايزة أختم به يعني أنا هاعرض لحضرتك موقفين حصلوا قدامي أي وعايزين نتكلم في إيه خطورة الاستسلام لفكرة أنا الوحيدة أم فقدت بنتها بيد حد قتلها يد إرهاب وسمحت وغفرت وبابتسامتها وبتشكر ربها أم تاني فقدت ابنها فحاتها اعترضت وفقدت إيمانها بربنا وقالت لو أنت موجود هترجع لي إيماني تاني واستسلمت لحزنها وكانت النتيجة مرض نفسي وأنهت حياتها يعني عايزة أحط قدامي الناس اللي هي الرفضة إن هي تروح لربنا مستسلمة وحبسها نفسها جوة حزنها وشايفة نفسها يعني ليه أنا ليه يحصل معايا كده أنا وليه أنا بالذات والسؤال ليه رب وليه تاخد مني والأطراض يعني رفض الواقع رفض الواقع تماما إيه خطورة بقى الاستسلام للفكرة دي واللي أنا حطت نفسي تحتها وحبس نفسي تحتها الأول أنا متألم وبأشفق على كل شخص عنده تجربة ومتألم لآجله ما أصعب الألم يا أخت أمل وخصوصا لما بيبقى حدث في الأبناء في أولاء في أمني بالضبط لا يعني موضوع صحب جدا موضوع صحب جدا بس خلينا الأول أقول أنه الرب ما وعدش أنه الحياة سوف تصبح جنة مليانة بالورود فقد قال في العالم سيكون لكم ضيق حضرتك جربت الألم وأنا جربت الألم وأحباء المشاهدين كثيرين بصور مختلفة جربنا الألم فلازم نبقى عارفين أن إحنا ماشيين في برية مليئة بالألم ألم متنوعة موجودين وسط أشرار موجودين وسط عالم موضوع في الشرير فنحن غير معفيين من الألم كوني أن أنا أبتعد عن مصدر الشمس ومصدر الضوء وأحبس نفسي في بوتقة أو أحبس نفسي في أم أم مقفول أنا بضر نفسي أحلى حاجة في وقت البرودة أتعرض لحرارة الشمس لضوء الشمس أقصد أقول أحلى وضع وأنا موجود في التجربة أجل محبة الله وحلو قوي كمان أقول قبلها بشوية حلو أن أكون أخذ فاكسين أكون عندي أجسام مضادة يعني ما استناش لما تجيله مصيبة وألم وأقول بقى يعني غالبا هقع لكن المؤمن اللي عايش في شركة مستمرة مع الرب لما بتجيله التجربة بتجيله الألم بيبقى مرفوع عنده أجسام مضادة لكن زي ما قلت حضرتك خطورة الاستسلام لهذه الفكرة غالبا بتقود الشخص الحاجة من الاتنين يا أما إحباط يا أما فكرة في الامتحار والكتاب ادالنا إليا في الكتاب كمثال لكده إليا أحبط جدا لما قال للرب شمعني أنا؟ شمعني أنا؟ خدني لأنه لست خير من أبائي بقول الجميع تركوك وأنا بقيت لوحدي فتعب ونام تحت الرتمة وطلب الموت لنفسه كون إن أنا بستسلم للفكرة دي يا أخت أمل أنا أدخل الإحباط والألم والفشل ويمكن أفكر كمان في إنهاء على حياتي لكن أحلى طريقة لما كون متألم كان في ترتيلة قديمة أوي أوي بنرنمها زمان بتقول لما كون تعبان أروح لمن؟ لمن غيرك لجميعك تعالوا إليا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أرحكم وليه الكتاب المؤدس ده وقت تكتب يا أخت أمل واحدة من أسبابه عشان يؤدينا أمثلة إزاي ربنا رفع أيوب وقت التجربة؟ إزاي ربنا رفع إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود؟ إزاي ربنا رفع بولس وقت التجربة؟ واللي عاملوا معاهم يقدر يعملوا معايا حباء الأفاضل تعالوا بنا ما نصدقش كذبة العدو ونستسلم لأفكار الفشل واليأس بتاعت العدو ونروح للرب أفكركم بالآية اللي جات في مزمور 138 عدد 3 يوم دعوتك أجبتني شجعتني قوة في نفسي تعال بتعبك تعال بيأسك تعال بالتجربة الشديدة اللي عندك وترمي في حضن الرب والرب يقدر يرفعك فيرفعكم في حينيك طيب يعني بالمناسبة اللي حضرتك قلت عن إلي أنا عايزة بقى نصيحة وإحنا تكلمنا عن أصحاب أيوب في بداية الحلقة عايزة نصيحة للمؤمنين اللي ليهم أصحاب وليهم أخوات متقلمين إيه نصيحة ليهم عشان يكونوا سابوت حقيقي أو يعني مدعمين حقيقي للمتقلمين اللي معيهم يبقوا زي صحاب الدول أيوب ولا زي خليك زي تيتوس يعني تيتوس قال عنه بوليس آية جميلة حلوة قال تعزينا بمجيء الأخ تيتوس ما هو فيه أخ تيتوس يعزي وفيه أخ يعزب كمان يعني ممكن أروح زيارة أعزب المتقلم وممكن أروح أعزيه أحلى حاجة لما أروح لمتقلم أوعى تشاور عليه بالصباح على الاتهام زي ما عمله أيوب أو حتى جواك أصحاب أيوب أذكر من هلك وهو بريء وأين أبيد المستقيمون رقم واحد رقم اتنين ما تستعملش الوعظ كتير لو سمحت يعني كتير قوي أول لما أروح لوحد المتقلم تدي له وعظ سمع كل الآيات وعلى فكرة المتقلم بيقول لك جواه وهو بيسمعك بيقول لك اللي إيده في المية غيره إيده في النار يعني قل له آية أنا أشجعك قل له آية من الكتاب لكن أشجعك تعمل حاجة لأجله احتضنه اسمعه اظهر له المحبة ممكن تقعد ساكد جنبه وتسمعه بس اسمعه وخليه فطفض وبعد ما يفطفض قل له تعالى نصلي مع بعض خده وروح به زي ما عمله الأربعة بالمفلوج حطه قدام الرب يسوع خليه يواجه نور الشمس خليه يواجه محبة المسيح وقال داود آية جميلة جدا جدا قال له استغست بك فشة فيتاني أسعد تاني من بين الهابطين في الجوم خليك زي طيتوس خليك زي أنسفوروس اللي قال عنه بوليس مرارا كثيرا أراحاني ولم يخجل بسلسلتي الناس اللي بتفقد إيمانها وثقتها في وجود ربنا بسبب الألم يعني أنا شايفة لما حضرتك بتتكلم الناس اللي بترتاح للفكرة دي أن لا لا دا ما فيش ربنا ودنيا ماشية كده سبعة لا لا هي بتحط نفسها تحت ألم كتير قوي قوي طبيعي يعني هي انفصلت عن الله تماما لكن الوجود في محدة ربنا زي ما حضرتك قلت يعني أنا عايزة وصل للناس أنه دا حقيقة احنا مش بنتكلم من فراغ لكن دا حاجة احنا جربناها ودي حقيقة في ربنا وقت الألم لما بنلجأ له هو بيدي راحة مش لازم يكون بيشفيني مش لازم يكون بيرجع لي ابني اللي راح لكن بيديني سلام بيغير فيي أنا ولا إيه رأي حضرتك وانا نفسي نحن نصلي للناس حاجتين بيعزوني قوي في وقت الألم الحاجة الأولانية بتعزيني قوي أن أنا موجود في حضرة ربنا الحضور الإلهي زي ما قال بولس تكفيك النعماتي قال رب البولس تكفيك النعماتي حاجة التانية اللي بتعزيني كمان أن فيه رجاء مبارك صحيح الرجاء المبارك أحبائي مش أخرتها أرض يعني أعيش كويس وزي الفل وظروف كويسة مش أعيش هنا كتير قوي زروف صعبة برضو مش أعيش هنا كتير قوي قوي إحنا عندنا وطن تاني عندنا رجاء مبارك منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم إلا ما يجي الرب ويغير شكل جسد توضعنا ليكون على صورة جسد مجدي أشجعك ما تبعدش عن الرب عشان ما تبقاش فريسة للحزن والألم والحاجة التانية انتظر الرجاء المبارك اللي هو مجيء الرب يسوع المسيح أخي إليه أنا حابة نحن نصلي من أجل كل المتقلمين وكل الناس اللي بتسأل السؤال ده ليه أنا بالذات ومستسلمة للفكرة دي فضل حضرتك تعالوا نصلي مع بعض أحبائي تعالوا بألمك وتعبك وإرمي نفسك دلوقتي في حضن الرب وقول له منتظر شفاء وتعزية وسندة ورفع من عندك يا رب يا رب شكرا ليك من الكل القلب أنت اللي مكتوب عنك الرب عاضد الساقطين ومقوم المنحنين وأعين الكل إياك تترجع ربنا يسوع المسيح نشكرك لأنك لما تجسدت وجيت في أرضنا قال عنك الكتاب كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء جربت الألم وجربت الوحدة وجربت الموت وجربت الفقر وجربت الضيق وجربت الألام جربت تألمت مجربا وإنت وحدك يا رب يسوع المسيح فيما قد تألمت مجربا تقدر تعين المجربين بحط أخواتي قدامك يا رب اللي فقد عزيز واللي فقد شئغالي واللي مصاب بألام أو بأمراض أو بضغوط نفسية أو أسرية يا رب انت نازل من السماء ولمسة وتعضيد وشفاء وتشجيع خلي كل واحد دلوقته بيصلي معانا خليه اختبر الاختبار الجميل شجع تاني قواتا في نفسي لمسة وشفاء للنفسية المنحنية والجريحة يا رب ابعت نعمة فوق نعمة وارفع عبيدك على الأزرع الأبدية باسم ربنا يسوع المسيح لما قدامنا رجاء مجيئك القريب اللي هتيجي وتغير الأوضاع ونشوفك وجها لوجه ونكون كل حين مع الرب باسم ربنا يسوع المسيح لك الكرامة وكل الحمد آمين أخي لي أنا بشكرك جدا جدا الحلقة الجميلة دي والكلمات المشجعة والموضوع شكرا لحضرتك جدا ربنا يباركك شكرا أخت أمل والرب يباركك ويبارك أحباءنا المشاهدين كمان شكرا لحضر عزيزي المشاهدين في نهاية حلقتنا مش عيب ان احنا نسأل السؤال ليه أنا مش بالذات بس ليه يا رب ونسمع منه ندي فرصة أن ربنا يرد علينا يكلمنا يشجعنا يدينا نكون خضعين تحت كلمته وتحت سلطانه ومحبته ونكونوا وصقين وصقين فيه وصقين في محبته وفي حكمته وفي التوقتات اللي رب بيسمح بيها زي ما الأخي إليه كان بيقول مشكركم عزيزي المشاهدين لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة